أهلا بكم في حلقة جديدة من صاحبوهم تكسبوهم أول سبب من أول سن سنتين ابني بيكون نفسه ياخد قرار وبيمشي لوحده وبيبدأ يجرب كل حاجة فالتعامل الخطأ في السن ده والإيزاء أو القصوة أو العقاب المستمر ولو ابني كلمة شخصيات القوية أو الجريئة هيبدأ يعمل الخطأ كنوع من أنواع الإسقاط النفسي لو دايما ماما كانت بيتقصو علي وأنا عايز حاجة بابدأ أجرب تاني حاجة الابتزاز العاطفي الشوكولاتة خطر فابدأ أزن أزن على ماما فماما تجيب للشوكولاتة فأعرف أن العياض هو اسلوب الابتزاز العاطفي الأمثل لماما العقاب المستمر بدون بديل لما ابني مثلا بيجي يشتم بعقبه دايما ابني على طول بيجي يشتم فأنا دايما بعقبه عقاب خاصي فلو فكرت مثلا أنه هو بيجي يخش يخسل بقى 40 مرة المرة بعدها 50 مرة 60 مرة تدريجيا معه على عقاب العاطفي إنه مش أتكلم معاه لفترة زمنية معينة معه إنه وجدله بديل والبديل إنه أقوله لما تحس إنه بتنرفز أعد أعمل حاجة فلانية أرسم أعد دم راية أو أديله أكتر من اختيار نشاط يبدأ يعمله بس إحنا دايما بنعاقب أولادنا من غير ما نوجد بديل ليه أوقات كتيرة جدا بيكون الخطأ متعمد كنوع من أنواع لفت الانتباه لما أجي ألاقي ابني بيرغي أو بيكلم كتير الكلام أعرف إنه هو عنده مشكلة في لفت الانتباه وإنه هو بيشعر بالإهمال أو هو عنده غيرة معينة فلو قبلت ده بيسكت أو هتعمل ده بالعكس نعمل لعبة السكوت نفضل كنا سكتين لمدة عشر دقائق لمدة خمس دقائق بعد كده بيبدأ أحكي قصة ويقول لي هو استفاد منها إيه بعد كده أسمح له يحكي قصة عشان أعلمه إمتى يتكلم وإمتى يسكت خدوا بالكم إن التكرار وتعمل التكرار النفسي للمشكلة أكتب من مرة بتكون مشكلة لنا أطفالنا هم انتاج لنا وانتاج لتربيتنا وهم البزرة اللي لو حطناها في أرض بور عمرها ما تنتج ناس أسواء وعشان كده لازم نحافظ على أولادنا ونقرب منهم حالة النهاردة كده يكون نتكلمنا عن ليه أولادنا دايما بيكرروا نفس الغرب